طلابنا مساء الخير ملازم دكتور عبد الرحمن كيميا نظري عن انتحان مرحلة ثانية عندنا اربع ملازم كاملات ما بيهم حذوفات هاي الملزمة وملزمتين للبروتينات بروتينات الاولى وبروتينات الثانية فان اشراح ابدى اشرح ابدى اشرح الكاملات حتى ما ننجز واضح؟ انا سأخبر شارحها موجودة بس شارحها ترجمة شارحها حرف حرف ما يفيدكم بعد الحرف حرف ليش؟ صح وخطأ واختيارات والاسئلة مشتركة بين دكتور ودكتور فنعرف احنا شنو اللي راح يجي دورة تكربس بين الدكتور عبد الرحمن ودكتور عبير متشابهة 100% والتحلل السكري متشابه 100% واضح؟ فنركز عليهم جدا يعني جدا نركز عليهم واسئلة الدكتور عبد الرحمن راح نقرر ان راح تجي نفسها هاي الملزمة انا طبعا منزله فيديو شارحها شابتر شابتر ومترجمها حرف حرف هسه بما انه هو صح وخطأ وخيارات بس وين الروح؟ الملزمة وين كلها موجودة احنا متفقنا لو لا تذكرون هاي الملزمة هايا هنه ذني عشر تفاعلات ذني عشر تفاعلات كل تفاعل هنا مكتوب الانزيم ومكتوب الشان ووش راح يصير ووش راح يفقد هنا مكتوب الانزيم وشان ووش راح يصير ووش راح يفقد بس بلون شرح هناك قائل لك هسه التفاعل الاول راح يتحول للغلوكوز يعني يخسر واحد بي اي تي بي بالتفاعل الاول بواسطة هذه الانزيم وهذا الهقسوكاينيز اللي هو يشتغل على التفاعل الاول يحاول الكلوكوز الى غلوكوز التفاعل الاول هذا السالفكيلاه ببدالما اكاتبها كتابه إنا مطنيه غلوكوز الالرياضيات كيف تعلم عرف انه يتحول كلوكوز الى غلوكوز ست فاوسفيت هذا هو غلوكوز هاذا التفاعل الاول هذا خسر ATP ما دام ATP صار ADP يعني خسر ATP وبهذا الانزيم ما للتفاعل أول هذنه انزيمات ويمهن الرقام كل رقم يعني هذا الانزيم تابع لهذا التفاعل هكسو كان يجب مكتوب يما رقم ما حد هو انزيم هذنه انزيمات كلهم هذن الخمسة وذن الخمسة أنا جوز مواضحة بس حطمة لزم تكتبع وياه ومسلسل هذنه لزم تكتبع وياه خوش تمام هذنه خمس انزيمات تابعات الذن الخمسة تفاعلات كل تفاعل اكو انزيم خاص بي تحفظ الانزيم وتحفظ التفاعل واشتشان واش راح يصير واشن الخسارة واشن الفائدة واضح وتعوف للمجزمة كلها من التفقيل ولا حتى ما اطول الفيديو هن دقيقتين كافيات تروح تقعد تحفظ وشفتوا بجماعة دكتور عبد الرحمن شفت رأسة شون جتكم بالشهر الاول عبارة عن اقليك بالخطوة الخامسة هاي احنا نسميها المرحلة الاولى الاولى هاي نسميها المرحلة الثانية فاقليك بالمرحلة الاولى الخطوة الرابعة مثلا نصار او بالمرحلة الثانية الخطوة السابعة مثلا وهكذا ماشي فذني انزيماتكم وذني التفاعلاتكم عدنا الناتج من هذا التفاعل من درة الكلوكوز اربعة اي تي بي الناتج الصافي اثنيا اي تي بي واحد قلت شاشة ما هو الفرق بين الناتج و الصافي الفرق بين الناتج و الصافي انه هي ذرت الكلوكوز تطينا هنا 4 هو هذا الناتج ولكن لماذا صفهنا فقط 8 لأن هنا استهلكنا ATB وهنا استهلكنا ATB يعني صرفنا قبل Nous nنتج فهنا 4 نطيح 2 الصارفين هنا ان يكون 2 اذا الناتج 4 حسنا لا لدي خلال ما عندي اي خلل تعفوا الله شوف السادس التفاعل السادس شو ناتج بيه اول شي ناتج 200 ناد اتش 200 ناد اتش جدا مهم هذا ناتج الاتب وليش 2 اي تي بي لان هذا المركب انقسم ف2 هن هذا راح يمشي نفس المسار ويرجع هذا يمشي نفس المسار فاحنا اخذنا واحد وظلنا نمشي وياه ونضرب النواتج فيه 2 باعتبار اخوه نفسه واضح؟ تذكرون اخوه نفسه فذا اطينا اي تي بي اكيد هذا من راح يجي اخوه الثاني يبشي نفس المسار هم يطينا اي تي بي فاش نكتب اثنيا اي تي بي واضح؟ فهاي الثنيا لان مركبين راح يجي نفس المسار ما عندنا اي اشكال راح اصد الفيديو خلصت هاي محاضرة التحلل السكري جدا سهلة جدا بسيطة حلو اي واحد عند اسؤال يدخلي خاص